اشتركوا في القناة الرافق السادس من سبتمبر من العام 2023 وبالشراكة مع شركة ATFX الشركة الرائدة للتداول في الأوراق المالية ويمكنكم فتح حسابات تداول والاستفادة من المزايا الحصرية من خلال الروابط المرفقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا في تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة صدور خبر هام على الدولار الأمريكي وهم مؤشر مديرين مشتريات الخدمي في القطاع غير الصناعي وأيضا لدينا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة صدور خبر مؤشر مديرين مشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معحد إدارة توريدات الاسم وفي تمام الساعة الخامسة مساء أيضا على الدولار الكندي يصدر خبر الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس وشاهدنا اليوم تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد كريستوفر والر أن البيانات القادمة هي الهامة وهي بمثابة الجولة الأخيرة لتسمح وتمنح للفيدرالي بعض من الإشارات اللازمة حول إذا ما كان سوف يقرر باستمرار سياسة التشديد النقدي أو التثبيت لأسعار الفائدة والبدء بتخفيف وتيرة التشديد النقدي ومن سياق مجمل الكلام يميل السيد والر نحو تثبيت أسعار الفائدة مستشهدا بذلك هو تراجع نسب التضخم عن النسب السابقة ويرجح أننا ننتظر البيانات القادمة حتى نتأكد من أن هذا التراجع هو تجاوب لسياسات الفيدرالي وليس حركة غير صحية وطبيعية في هذا التراجع وفي حال أن البيانات أظهرت التراجع الحقيقي لنسب التضخم قد نشاهد فعليا البدء بتثبيت أسعار الفائدة ويعتبر السيد والر من أكثر العضاء تشددا ودعما لسياسة التشديد النقدي في مجلس الفيدرالي وخلاصة التصريحات أن البيانات القادمة هي التي سوف تحدد مسار السياسة النقدية وسوف تمنح الفيدرالي إشارات أوضح نحو اتخاذ القرار في استمرار سياسة التشديد النقدي والرفق مثل ما تحدث وصرح السيد جيرون باول أو بتخفيف وطيرة التشديد النقدي وتثبيت أسعار الفائدة حتى يشاهد الاقتصاد سوف يستجيب نحو هذه التخفيضات أم لا إذن أخواني العزاء على الرسمة البيانة نشاهد تفاعل مؤشر الدولار الأمريكي وثبات الأسعار أعلى مستوى 104 واستمرارية التداولات أعلى متوسط المتحرك لا تزال ترجح الكفة الإيجابية لمؤشر الدولار الأمريكي وثبات الأسعار أعلى مستوى 104 قد يقود مؤشر الدولار الأمريكي الاستئناف الصعود مستوى 105.500 والذي إذا نجح بتخطيها سوف تستمر حم الدولار الأمريكي بالتفشي للأسواق وقد نشاهد على إثرها صعود مؤشر الدولار نحو مستوى المئة وسبعة ولن يتوقف الدولار الأمريكي عن التألق إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى المئة وأربعة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار لا يزال يتداول تحت الضغط في ظل القناة الهابطة واستمرارية التداولات أدنى مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية ألاف ومئتين قد تقود الزوج لاستئناف التراجع والموجة الهابطة صوب مستوى الواحد فاصلة صفر ستة ألاف وخمسمائة وواحد فاصلة صفر خمسة ألاف ولن يتوقف نزيف الزوج حتى تعود المراكز الشرائية على مستوى الواحد فاصلة صفر ثمانية ألاف ومئتين إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار وهو الآخر لتداول تحت الضغط واستقرار الأسعار أدنى سعر الإغلاق السابق وأدنى مستوى الواحد فاصلة ستة وعشرون ألف سوف ترجح الكفة السلبية لاستئناف الهبوط مجددا صوب مستوى الواحد فاصلة خمسة وعشرون ألف وواحد فاصلة أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ولن يستطيع الزوج أن يتحرر من القيود البيعية إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى الواحد فاصلة ستة وعشرون ألف وخمسمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بي المجنون ونشاهد أخواني العزاء الزوج يقترب من مناطق المقاومات الهامة الماثلة عند مستوى الـ 186 والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها وتخطيها سوف نشاهد عودة السيطرة على الزخم الإيجابي وتحقيق أرقام بالقرب من مستوى الـ 188 على المدى القصير وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد مستوى الـ 192 ين مقابل الجنين الاسترليني الواحد ولن يتراجع هذا المد الإيجابي إلا بعودة الأسعار مجددا أدنى مستوى الـ 184 ين مقابل الجنين الاسترليني الواحد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ويعود الدولار الأمريكي لتسيد الموقف بالرغم من صدور خبر الفائدة على الدولار الاسترالي يعود الزوج تحت الضغط وثبات الأسعار أدنى مستوى الـ 64 ألف لا يزال يرجح الكفة السلبية لاستئناف الهبوط صوبة 63 ألف و 62 ألف ولن يتوقف نزيف الزوج إلا باستعادة المراكز الشرائية على مستوى الصفة 65 ألف وهو المستبعد حتى اللحظة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشاهد الزوج ينجح بتحقيق المكاسب وتأكيد الاختراق لمستوى الـ 147 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد يقود الزوج لتحقيق المكاسب واستهداف مستوى الـ 149 و 151 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى الـ 146 ين إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا تركيا ونشاهد أن الزوج لا يزال يتمسك بالمكاسب ولن نشاهد موجة إيجابية جديدة وخلق فرص شرائية جديدة إلا بتخطي مستوى الـ 27 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد وثبات الأسعار حتى اللحظة على مستوى الـ 25 ليرا لا يزال يرجح السيناريو الإيجابي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا تزال الأسعار للجلسة الثالثة على التوالي تتمحور حول الدعم الهامل مثل المستوى 25500 دولار وهذا بكسره سوف تمتد خسائر البيتكوين لتطال الـ 24 ألف دولار و22 ألف دولار ولن تقوم قائمة أخرى لأسعار البيتكوين إلا باستعادة المراكز الشرائية على الـ 27500 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أن الريبل حتى اللحظة يتداول تحت الضغط وثبات الأسعار دون مستوى الـ 51 سنت قد يهدد الريبل بالسقوط مجددا صوب 48 سنت و40 سنت على المدى الطويل ولن يتحرى الريبل من الضغوط البيعية إلا باستعادة المراكز الشرائية على مستوى الـ 51 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ومع انطلاقة مؤشر الدولار الأمريكي شاهدنا تراجع الذهب وحذرنا في التحليل السابق من مستوى الـ 1940 دولار وتحدثنا أن كسر هذا المستوى سوف يقود الذهب لموجة تراجع قد تهوي به إلى مستوى الـ 1900 دولار وحتى اللحظة الذهب لا يزال يتداول تحت الضغط وثبات الأسعار دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى سعر الإغلاق السابق ودون مستوى الـ 1940 لا يزال يكبد الذهب الضغوط والقيود البيعية الذي قد تهوي به إلى مستويات الـ 1900 دولار مقابل الأنصة الواحدة وبكسرها سوف يستمر تراجع الذهب ولن يستطيع الذهب أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا بعودة الأسعار مجددا الأعلى مستوى الـ 1940 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يتألق مجددا مع استمرار موجة التخفيض للإنتاج وثبات الأسعار أعلى الـ 85 دولار مقابل البرميل الواحد لا تزال تقود الأسعار صوب الـ 94 دولار مقابل البرميل الواحد ولن يستطيع الخام أن يدخل في بعض من التصحيحات إلا بالعودة دون مستوى الـ 85 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة وتفشل الفضة في استعادة المراكز الشرائية وثبات الأسعار دون الـ 24 دولار سوف يضع الفضة تحت التهديد البيعي للسقوط صوب مستويات الـ 23 دولار و 22 دولار ونصف ولن تتحرر الفضة من الضغوط البيعية إلا باستعادة المراكز الشرائية على الـ 24 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وانشاهد الغاز الطبيعي يتراجع مقتربا من مناطق الدعوم الهامة والمحورية وهي الـ 2.5 والذي إذا نجحت الأسعار بكسرة سوف يأقود الغاز الطبيعي لإنهيارات حادة وثبات الأسعار أعلى الـ 2.5 لا يزال يمنح الغاز الطبيعي الصعود مجددا صوب مستوى الثلاثة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشرة داو جونز الصناعي ونشاهد أن مؤشرة داو جونز منذ جلسة الخميس الموافق الـ 31 من أغسطس وهو لا يزال يتداول في ذات المنطقة بشكل عرضي متمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ومثل ما ذكرنا أخواني لعزان حاليا مؤشرة داو جونز يتداول في ظل نطاق عرضي على الشورت تيرم ما بين مفتاح التداول ومفتاح الجلسة الحالية وهم مستويات 35 ألف و 34 ألف و 600 كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية سوف يوضح مسار مؤشر الداو جونز خلال الساعات القادمة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورزا وهو الآخر يتمحور حول المتوسط المتحرك وحول الإغلاق السابق وحتى اللحظة لن نشاهد دخول الـ SP500 في ظل موجة بيعية وفقدان السيطرة على الزخم الإيجابي إلا بكسر مستوى الأربعة ألاف أربعمائة خمسة وستون إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني وهو الآخر يتعرض لضغوط البيعية التصحيحية وثبات الأسعار دون مستوى 16 ألف ودن المتوسط المتحرك ودون الإغلاق السابق قد يقود الداكس الألماني لاستئناف التصحيحات الهابطة والسقوط صوب مستوى 15 ألف واربعمائة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي وهو الآخر يتعرض للضغوط البيعية وثبات الأسعار دون 7 ألاف واربعمائة لا يزال يرجح الكفة السلبية ولن نشاهد خلق الفرص بيعية جديدة لمؤشر الكاك إلا بكسر 7 ألاف ومائتين إذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونشاهد مؤشر النازدك لا يزال يتمسك بالمكاسب ولكن لن نشاهد تأكيد على الإيجابية وخلق فرص صراعية جديدة إلا باختراق مستوى 15 ألف سبعمائة ومائتين حيث أن اختراقها سوف يقود النازدك لموجة مكاسب تستهدف مستوى 16 ألف وخمسمائة ولن تلغى هذه النظرة الإيجابية لمؤشر النازدك الأمريكي إلا بكسر مستوى 15 ألف ومائتين إذن أخواني لعزائي لهنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله